في هذا السجن الشبيه باحد قصور القرون الماضية سيحتجز المتهمون بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري طوال فترة محاكمتهم سجن شافنينغن الواقع في حي راق في ضحية لاهاي استأجرته الامم المتحدة من الدولة الهولندية ويضم سجناء من الحق العام فيما يشغل كل من المتهمين بجرائم يوغوزلافيا السابقة والمتهمين بجريمة سيراليون وسواهم جناحا خاصا بهم وسينضم الى هؤلاء المتهمون باغتيال الحريري السجن التاريخي شهد تعذيبا واعداما لعدد من المقاومين الهولنديين للاحتلال النازي ولكنه مع ادارة الامم المتحدة اصبح اشبه بفندق خمسة نجوم لكل معتقل زنزانته الخاصة به التي تبقى مفتوحة في النهار فيها سرير مفرد وطاولة عمل وحمام ورفوف واذا اراد تليفزيون وكمبيوتر وتصل الرفاهية المقيدة حدود الحرية الجنسية ستائر الزنزانة وارضيتها زرقاء كل وسائل الراحة مؤمنة للنزلاء المتهمين والتي قد لا توفر لهم وهم احرار اشتركوا في القناة نحن الانتعادة سطح للمقاربات ومعرفة المقرنة فهو بكثير من المساعدة في المدينة لأن المساعدة المساعدة ولكن المدينة التي تتحدث إلى الانتعادة لجميع الواقع المدينة من جميع الواقع اللغة وكثير من الناس وكثير من التعابة transmit the unit has payment so they their news can use that pay fund to make fun calls but these phone calls are strictly monitored and controlled yes yes they can see love family well they can see more than a family they can see also representatives of the embassies here or representatives of ويجب أن يتدعون على المدينة ويجب أن يتدعوني على أي حالة المرات فالفمائي و المرات ويجب أن تدعون على حالة 6 دقيقة في يوم الأنظم ويجب أن يتدعوني من 9 إلى 5 فهل لا يتدعوني من فقط مثل وكما تدعون في أشياء يتدعوني في المدينة تضم اجنحة سجن شافنينجن مستشفى باجهزة طبية شبه كاملة خصوصا مع تأكيد القيمين عليه ان معظم المعتقلين يتعدى سنهم الخمسين ما يعني انهم بحاجة الى عناية طبية متواصلة يمكن للمعتقلين شراء بعض حاجاتهم من مخزن السجن ويعدون اطباقهم الخاصة اذ ان بعضهم يرى طعام السجن كاكل المستشفى عديما نكهة ويتحدث بعض ممن دخلوا السجن ان جوا من الالفة تسوده حيث يتشارك المتهمون في نشاطات ومسابقات عديدة هم هم جروتين من مجلس أو اللحتاج؟ جنب حقا معا مجلس نحن نعطلا لأقل قليلا تنجبه جزيلا رائعة نحن نحن نشاطات وقلقها هو إن اتباع الانقبع بضّادة على سجن سجل ام عدد غرف مراكز الاحتجاز يزداد او ينقص بحسب المعتقلين وفي ظل الاتفاق الموقع بين هولندا والامم المتحدة فعندما يصدر الحكم ينقل المتهمون الى دول اخرى لقضاء عقوبة السجن على الرغم من الاختلاف الكبير في الشكل والمضمون بين المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوزلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بلبنان الا ان مراكز الاحتجاز هي نفسها ومن غير المستبعد ان يجمع سجن شافرينغن بين رؤساء يوغوزلافيا السابقة واهمهم كاراديتش مع المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري من امام المحكمة الدولية في لايتشندام لاهاي هولندا كلارا جحا قناة الجديد